بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة جماعة أنصار السنة تخالف هذه الفكرة يعني الأحزاب التي تتحذب على غير دين الله سبحانه وتعالى وتجتمع على العداوة بينها فإن هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يكون الناس أحزابا مشتتين لكن الأحزاب السياسية خلاف هذا الأحزاب السياسية هي مجموعة من الناس يجتمعون على فكر واحد ومعرفة بعمل سياسي يريدون به الإصلاح والسياسة هي الإصلاح والرعاية لشؤون الناس أو معالجة الواقع لخلق يعني واقع أفضل بالنسبة لمجموع الناس هذا هو المراد بالسياسة نحن نعالج الأمور لأن الناس لها أراء وأغراض ومصالح متضاربة ومتفاوتة فالسياسي هو من يحاول التوفيق توفيق الأوضاع بين الجماعة البشرية بحيث يسير بها وتستقيم أحوالها هذا هو فعل السياسي في الأحزاب السياسية يا أحزاب لها أفكار تحاول بها الإصلاح عمل إصلاح في البلاد وعلى هذا الحزب إذا كان نشأ على فكرة الإصلاح الديني أنه هو الإصلاح الشرعي الإصلاح الموافق للشرع فهذا الأمر جائز ليس فيه شيء خصوصا أن القوانين تبيحه ولا تعارضه أما الدعوة السلفية الدعوة السلفية دعوة وليست حزبا ولم تكون حزبا في يوم ما لكن نفس سلفيون يعني لهم حزب وهو سلفيين من إسكندرية إخوانا من دعوتنا وتربوا في هذه الدعوة وترعرعوا ولهم فكر سديد ورأوا أن يؤسسوا حزبا يحقق مصلحة حماية الدعوة من الأعداء ويحقق إصلاح سياسي داخل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات المهنية والنقابات العملية وهذا الحزب اسمه حزب النور وهو مؤسس في الإسكندرية وله فروع في جميع محافظات الجمهورية وهذا الحزب هو الذي ترى الدعوة السلفية أنه أقرب الأحزاب إلى العمل الشرعي وأنها قد تؤيده في الانتخابات القادمة إذا كان له مرشحين في مجلس الشعب أو مجلس الشورى الدعوة سوف تناصر هذا الحزب وتؤيد مرشحيه كما أنها ستؤيد كل المرشحين الصالحين سواء كانوا من هذا الحزب أو من غيره من الإخوان المسلمين أو من جماعة أنصار السنة أو من الجماعية الشرعية أو من الجماعة الإسلامية أو حتى من جماعة الجهاد أو من علماء الأزهر الأفاضل اللي لهم يعني معرفة بالشرع ومعروفين بالصلاح لو أنهم رشحوا أنفسهم الدعوة ستختار من تكون فيه الصفات الصلاح والتخى ومن يحقق مصلحة المسلمين ويستطيع أن يقدم خدمات للمسلمين ويدفع عنهم الضرر ويوقف الفساد الذي يكون في البلد أما أن جماعة أنصار السنة تخالف هذه الفكرة فهي قد تختلف معنا في أفكار كثيرة جدا وما كانوا يعني كثير منهم يدعون أن حسن مبارك هو ولي الأمر وأنه لا يجوز الخروج عليه وأنه ده ولي أمر المسلمين ولا بد أن نسمع له وأن نطيع مهما أمرنا وعلينا أن نستأذن منه في كل شيء وغير ذلك فهذا كانوا يقولون به وكنا نختلف معهم فهل يظنون أنه ما زال هو ولي الأمر وهو في السجن أم لا الله أعلم لا أعرف ما هذا أما حكما يترشح للرئاسة أو مجلس الشعب عموما الرئاسة أو مجلس الشعب ولاية ولا يجوز للإنسان أن يطلب الولاية لا يجوز للإنسان أن يطلب الولاية وإنما ينبغي أن يزكى هو الناس هي اللي تزكي هي اللي ترشحها هي اللي تقول هذا يكون علينا رئيس لا أن يرشح هو نفسه ويزكي نفسه ولكن هذا في دولة الإسلام وإحنا مش عايزين نخلط بين هذه الدولة الموجودة اللي هي ليست بالطبع على نظام إسلامي وإنما دخلنا فيها مش لأنها دولة ذات نظام إسلامي إحنا دخلنا محاولة إصلاح الواقع إحنا فيه واقع موجود إن دي دولة على غير النظام الإسلامي وبالتالي إحنا دخلنا فيها في محاولة لإصلاح الواقع الموجود وعدم إقرار هذا الواقع وليس إقرارا بهذه الدولة وبالتالي مش عايزين ناخد شروط التي ينبغي أن تتوافر في الدولة الإسلامية ونحاول نتبقها على الدولة الموجودة لأن هذه دولة ليست على نظام إسلام ليست على نظام إسلام وبالتالي إحنا قلنا طلب الولاية من الكافر هذا الطلب قلنا أنه إذا كان الطالب هنا يرى أنه أهل وأنه يستطيع أن يحق الحق ويبطل الباطل وحقق مصلحة المسلمين ويدفع عنهم الضرر ويقلل الشر والفساد ويزيد من الخير والصلاح فإنه يجوز له أن يرشح نفسه يجوز له في هذه الحالة أن يرشح نفسه وقلنا أن يوسف عليه السلام قال لفرعون مصر وكان كافرا وكانت دولته كافرة قال في هذا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فطلب الولاية يحقق بها الصلاح للناس ويحقق المنفع ويحقق الخير ويدفع عنهم الفساد ويقلل الشر في البلاد مع أنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء ما يقدرش يعمل كل حاجة صالحة حتى يوسف عليه السلام في دولة الفرعون لم يكن يستطيع أن يفعل كل ما يمليه عليه الشرع لأنه الدولة كانت سترفض هذا لكن كان يفعل ما يقدر عليه كان يفعل ما يقدر على ذلك يقول شيخ لسام تيمية رحمه الله من ولي ولاية يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين وإقامة الدين وتحقيق المصلحة ودفع المفسدة ثم أنه لم يكن قادرا أو كان عاجزا عن أن يقيم كل حكم بما أنزل الله فإنه إن فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به فهذا يعني الأمر من هذا المنطلق هو يكون تكون المشاركة وهي تقليل الشر والفساد وزيادة الخير والصلاح وإيقاف نزيف الذي نزيف القوانين التي تصدر مخالفة للشريعة الإسلامية طبعا مع وجود الدستور الموجود اللي هو بينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن هذا النص المفترض أن نفعله لأن هذا النص بيمنع صدور أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية ويعد باطلا وغير دستوري وهذا أيدته المحكمة الدستورية العليا في القرار الصادر سنة 1996 أنها أصدرت قرارا تاريخيا في أن المادة الثانية من الدستور تجعل كل قانون يصدر مخالف للشريعة الإسلامية يعد باطلا دستوريا يعد باطلا دستوريا وهذا موجود النص في الدستور وأيضا حكم المحكمة الدستورية العليا وهذا حكم غير قابل للنقد هذا حكم غير قابل للنقد على أن كل قانون يصدر مخالف للشريعة الإسلامية فهو قانون يعد باطلا وبالتالي المشكلة الموجودة في القوانين مش القوانين اللي بعد 96 القوانين اللي قبل 96 لأن القانون أيضا محكمة الدستورية قال أن القوانين الصادرة مخالفة للشريعة الإسلامية قبل صدور هذا القرار أن هذه القوانين أخذت حكم الدستور القديم أخذت حكم الدستور القديم فبقالها قوة القانون قوة الدستور فهذه اللي إحنا عايزين نغيرها ونبدلها ونأتي بقوانين موافقة للشريعة الإسلامية أما السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الدعوة السلفية وجماعة أنصار السمنة وجماعة الإسلامية وجماعة الشرعية والتبليغ والدعوة إيه عموما في الجملة جماعة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكل منها يعني منهج وبرنامج قد يكون في بعض يختلف عن البعض الآخر بعض يرى أنه غيره على خطأ في بعض المسائل والوسائل وغير ذلك لكن في النهاية القصد عند كل هؤلاء أنهم يقصدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولعلنا نلتقي يعني هو اللقاء قرب يعني كل ما احنا الأمور بتأخذ طريق في الحرية والدعوة بتأخذ حرية الانتشار اللقاء بيقترب وطاعا فيه الآن كما رأيتم أنه فيه توافق كبير جدا بين الجماعات الإسلامية وليس هناك تنافر ولا نزاع ولا شقاق ولا سب ولا شتم ولا شيء من هذا كانت التوافق كبير جدا وأيضا اجتماع ومحبة ومودة وظهر هذا في الاستفتاء الماضي أن جميع الجماعات الإسلامية جميع العاملين بالحقل الإسلامي كلهم كان لهم موقف واحد اتفقوا عليه وصاروا فيه وحقق النتيجة المرجوة وأقول قولي هذا وإستغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر